السلام عليكم تربط طالبات الصف الأول لها دادي نكمل مع بعض حل وشرح كتاب بتبايبت الوحدة التسعة الدرس الخامس والساتس السؤال الأول بيقولي ممارسة الرياضة طبعا لها العديد من المزايا اللي هي كلمة advantage السؤال اللي بعده بيقولي هنا خلي بالك القطارات بتمشي على السكك الحديدية اللي هي اسمها السؤال اللي بعده بيقولي خلي بالك المصطلح دا شباب اللي هو looking forward to بيق وراء الفعل مضف له ING اللي هي كلمة meeting يعني عايز اقولك انا بتطلع الى مقابلة محمد صلاح في يوم من الايام السؤال اللي بعده بيقولي هنا عايز اقولك هنا شباب الزهاب المشي كان عايز اقولك اقتراح جيد من سلوة اللي هي كلمة السؤال اللي بعده بيقولي هنا اللي هو فوز المباراة النهائية was a great not for our team طبعا دا كان تحدي عظيم للفريق بتاعنا كلمة تحدي شباب اللي هي challenge الصفحة اللي بعده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها عندي بيقول I'd rather not chess خلي بالك كلمة I'd rather من الكلمات اللي بيجوارها الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات اللي هي كلمة play سؤال اللي بعده I'd prefer not tennis خلي بالك ID اللي هي I would I would prefer بيجوارها to المصدر يبقى هنا to play بعد كده بيقولي which not of transport do you like خلي بالك بيقولك اي شكل من وسائل المواصلات انت بتحبه يبقى هنا شباب اسمها which form السؤال اللي بعده بيقول هنا my not is my uncle or aunt's son خلي بالك من هو بقى بيكون ابن العم او ابن الخالة طبعا ده اسمه ابن عم او ابن الخالة اسمه cousin سؤال اللي بعده بيقولي هنا how about going out for a male خلي بالك بيسألك عن حاجة طبعا ده اسمها فكرة عظيمة او فكرة رائعة اسمها great idea السؤال اللي بعده بيقولي هنا محمد صلاح is a not footballer خلي بالك محمد صلاح تا طبعا لاعب كرة قدم مشهور يبقى اسمها famous footballer يبقى هنا اختار كلمة famous اللي يعني معناها مشهور سؤال اللي بعده بيقولي هنا is excited وبيقولي نقاط disneyland هي طبعا بتزور او عايز اقولك excited about يعني متحمسة لزيارة disneyland السؤال اللي بعده بيقولي هنا you have to use a computer to send a or a not خلي بالك طبعا قبل الكمبيوتر او بيقولك يعني الناس بتستخدم الكمبيوتر انها ترسل الايميل يبقى الكمبيوتر برسل من خلاله وشباب حاجة اسمها ايميل يبقى الاجابة عندي هتوالبريد الالكتروني بعد كده بقولي في الاسفاق travels from not USA to the UK buy ship خلي بالك لما يكون عندي اختصار لدولة زي كده شباب اللي هو USA بستعد معاك النزاء السؤال اللي بعده بيقولي هنا the boy يعني عايز يقولك الولد ارتكب خطأ معين في الانتحان وفقد تركتين طبعا ان هي اسمها make a mistake طبعا الماضي منها اللي هو made صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بي سؤال الدالك سؤال المحادسة خلي بالك لازم تقرم حادسة كلها على مهلك والترجمها قبلها تبدأ تحال هنا اسامة يعني اسامة وعماد بتكلموا عن الرياضة فاسامة بيقوله what shall we do tomorrow بيسأله بليه بكرة يعني فقاله shall we not خلي بالك دي رياضة اللي هي تسلق الصخور يبقى هنا شباب ممكن يكتب كلمة try او يكتب كلمة go لانها طبعا الرياضة منتهاي ب ing اللي بعده قال له هنا اسامة انا مش متأكد that sounds about not واضح كده يا شباب ان هو خايف يلعب الرياضة دي لانه بقول له انا اود ان انا العب الرياضة اكثر امانا فهنا هيقول له يعني كنت اتمنى انها متكونش رياضة مخيفة اللي هي كلمة scary السؤال اللي بعده بيقول هنا هاو نقط playing basketball طبعا هاو about اللي هي ماذا عن انا بيساله بقول له اي رايك بها في رياضة الباسكتبول فهنا اقول له كلمة about بعد كده اسامة بيقول له i don't know i am not very good انا مش جيد at playing basketball مش جيد في الباسكتبول قال له عماد i know انا اعرف وقال له حاجة بقوله play tennis يبقى واضح هنا ونو اقترح عليها حاجة تانية بقول له يلا بينا نلعب tennis احنا يتنى كواسين فيها يبقى هنا اقول له let's هيا بنا let's play tennis بعد كده قال له good ear طبعا انا حاجة اسمها فكرة جيدة اسمها good idea فهنا هكتب كلمة idea قال له في الاخر we can we meet قال له at 8 o'clock in the morning قال له that sounds good السؤال اللي بعد كده نكمل مع بعض شباب بيقى هنا سؤال choose السؤال الاول فيه الاختياري بيقول هنا i prefer juice وبيقول له كلمة coca cola وبيقول له it's much healthy خلي بالك بقى انا حيث هنا شباب اقول له i prefer juice to coca cola يبقى هنا اقول له i prefer juice to يبقى هنا عندي كلمة to اللي بعده بيقول هنا you must depend on not وبيقول له boys خلي بالك هنا بيخاطب اولاد كتير جمع يعني طالما جمع شباب يقول له يجب عليكم بانفسكم تعتمدوا على انفسكم يبقى الجمع yourselves اللي بعده بيقول هنا they are known to hurt not during the work خلي بالك بقى هنا بقول لك هما يعني هيئزوا انفسهم عايزة يقول لك بقى they بيكون معاها themselves زي ما اتفقنا بنحفظ طويل الفاعل في الاول اللي هو they بياخد نور من عكس اسمه themselves السؤال اللي بعده بيكون عندي سؤال incorrect السؤال الاول هنا بيقول لي i did the quiz myself وبيقول لي بعد كده this means i did it lonely خلي بالك بقى انا عندي هنا شباب i بيكي معاها كلمة alone يعني عايز يقول لك انا فعلتها بنفسي ده مصطلح لازم احفظه على بعضه بعد كده بيقول لي هنا are you gone to buy a new car this year خلي بالك بردو هنا are you going to منفعش ان اقول gun to are بيقى وراها going to والمصدر ده زمن مستقبل طبعا اما وزو are going to والفعل في المصدر فهنا شكمت gun وقت ما انا going to صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا اكسورسايز على الوحدة التسعة بيبدأ معايا بردو بي سؤال ادعينك خلي بالك لازم تقرأ المحدثة كلها على مهنك والترجمها قبل ما تبدأ التحدي هنا عمر عند حمدي want to do a sport طبعا عايزين يمارسوا رياضة معينة فعمر بيكلم حمدي بيقوله هنا what shall we do on Saturday بيخترح عليه يعني نعمل ايام السبت فقال له حمدي why نوعات وقال له we go rock climbing خلي بالك عندي نصيغة كده اسمها لما لا لازم احفظها يا شباب اسمها why don't يعني بيقول له لي بقى من روحشي نمارس روكلايمينج اللي هي تسلق السخور فبقال له why don't اللي ما لا قال له عمر I'm not sure انا مش متأكد it's quite dangerous برضو نفس الكلام هي لحد ما خطيرة بقول له I would not do a different activity ايبا هواكي كان بيثمنى يلعب رياضة مختلفة فانا يقول له كلمة I would rather I would rather بعد كده قال له how about not basketball خلي بيقلك بقى دي عايزة وراها طبعا الشباب الفائل اولا how about be go around فائل مضاف له I would rather basketball عايزة play فانا اقول له playing الراعباء في لعب البسكتبول قال له I don't know I am not tall انا مش طويل قويان قال له okay not rock climbing بلاش دي and not basketball وكمان دي بلاش قال له I know let's not diving خلي بالك بقى كلمة diving عايزة قبلها go فانا اقول له let's go يلا بينا بقى نلعب لانها طبعا الرياضة منتهي ب I and G و let's be go around فائل فينا يا شباب في المصدر قال له good not يبقى طبعا عندنا مصطلح اسمه فكرة جيدة اللي هي good idea يعني فكرة جيدة وبعد كده بدأ يكمل كلامه يا شباب بيقول له انا مستمتع بالغطس وقال له my brother will come with us اخيها يجمعنا really that's good goodbye بعد كده يا شباب نكمل مع بعض بيكون عندي السؤال اللي بعد كده هو السؤال الاختياري بيقول هنا it's dark يعني الجو مظلم it's not rain او الجو مظلم يعني يبقى هي هتمطر غائم يا شباب عايز اقول لك دو غائم بيها سوف عندي ادي مفرد عايز هنا يا شباب is going to عنزل بقى going to ما ينفعش من غير m والزو r are going to ما ينفعش مع it طيب am going to دي عايزة i ما ينفعش مع it يبقى انا عايزي هي يا شباب is going to السؤال اللي بعده وقال هنا why don't you not a sport club خلي بالك بردو هنا انا عندي كلمة why don't you join فقال في المصدر السؤال اللي بعده يقول هنا after i finish school i go a بعد ما بخلص الدرسة i go طبعا اسمها i go home على بعضها كده الشباب السؤال اللي بعده بيقول هنا what not we do this weekend طبعا الشباب عندي هنا what we do دو غاية في المصدر بتكلم هنا عن اقتراح فهنا يقول له what shall السؤال اللي بعده بيقول هنا we can't sail مش هنقدر نبحر because there is no way طبعا البحار ده يا شباب عايز دائما الرياح الرياح اللي هي wind فهيقول له there is no one مفيش اي رياح لشان نبحر في البحر السؤال اللي بعده before emails people used to send قبل الإيميل الناس كانوا يرسلوا ايه طبعا يرسلوا الخطابات كمة خطابات وهي كمة letters السؤال اللي بعده يقول هنا would you like to make not a cup of tea خلي بالك عندنا حاجة شباب اسمها ضمائر المرعكسة هنا يسألك انت يقول لك would you like to make ويقول لك شباب كمة yourself اللي هي you بيجمعها يرسل السؤال اللي بعده I suggested going to the park اقتراح طبعا but no one a خلي بالك انا اقتراحت اقتراح ان اروح الحديقة ولا واحد طبعا استجاب اللي هي كمة responded اللي هي اجاب الاقتراح يبا هنا عندي responded سؤال اللي بعده يقول لنا thank you شكرا I can do the homework خلي بالك I بيجمعها يا شباب التفاعل ان احفظ ضمار فعل والضمار مراكسة بتاعت I بيجمعها myself انا عادر عمل وجب بنفسي سؤال اللي بعده don't swim in the sea when it's not it's dangerous خلي بالك انا بيقول لك يعني لا تسبح اثنائي ده بيكون خطر طبعا اثنائي شباب العاصفة اللي هي كم توندي ما يكون الجو عاصف يعني صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول my grandpa has a beautiful house not the beach خلي بالك عايز اقول لك اني جدي طبعا عنده بيت كميل بجوار الشاطئ طبعا بالقرب من الشاطئ أو بجوار الشاطئ اللي هي اسمها باي the beach سؤال اللي بعده my sister and I like taking photos of not when we go out خلي بالك my sister and I خلي بالك بعض دول اثنين طالما اثنين يا شباب يبقى عايز اقول لك طالما I مع الفعل التاني يبقى بأنفسنا بنفسنا اللي هي ourselves السؤال اللي بعده يقول لنا احمد بيذكر بجد هي نقط جود ماركس خلي بالك ده طبعا هيحصل على الدرجات بجوار الشاطئ يبقى هنا اقول له والمصدر لاني ده اللي عندي دليل هو بيذكر كويس عشان كده هيجيب درج عليه يبقى السؤال اللي بعده يقول لنا نقط خلي بالك بقى عايز ام او از او ار طيب يو هنا جامعة يا شباب يبقى اختر ايه اخترناها ار على طول كسؤال يبقى اقول له السؤال اللي بعده I love waking up in a or an not and hearing the birds sing in the horn خلي بالك بستيقص فين بكون نام فين وبصحة اسمع العصفير في الصباح طبعا الكلامات اللي تحدد كلها مفاشل لك كلمة واحدة بس ينفعل واحد ينم فيها اللي هي الخيمة كلمة خيمة شباب اللي هي كلمة تامت السؤال اللي بعده هو سؤال correct السؤال الاول هنا بيقول لي I think I am going to have a car one day خلي بالك بقى طلب ما عندك ايه اعتقد ايه كده ما فيش دليل انا بتكلمه خلاص يبقى لازم اتكلم بول في المستقبل يبقى عندي going to D لازم اكون في دليل هنا اقول له I will will المصدر اللي هي I will car I will have a car يعني انا هيبقى عندي عربية في المستقبل بعد كي يبقى يبقى You all have to do your homework yourself خلي بالك بردو هنا You all دي عايزة جامعة شباب Follow yourselves اللي هي بقى أنفسكم السؤال البعض وليليلة is going to do exercise She is too tired خلي بالك هي تعبانة جدا طالما تعبانة يا شباب يبقى هنا ما ينفعش استخدم اس في الاسبات is going to يعني هي تعمل تمرين هي مش هتقدر تعمل بقوله isn't كل علينا ان انا هنفيها مستعب المنفي is not going to والفعل في المصدر اللي هو do السؤال البعض My little sister اخت صغيرة انجويس خلي بالك بقى my little sister دي اصلا بنت يعني she طيب شى ما انتخدش همسا دي بتاعت هي لكن عايز هنا يا شباب ايه عايز استخدم herself in the park السؤال البعض يولينا احمد is going to sleeping in a tent طبعا going to بيقو راح الفعل في المصدر يبان عندي ثوابت كده is going to sleep في المصدر بدون اي اضافات السؤال البعض this boy prepared the broken toy herself طبعا الولد اللي هو اصلا ما كانو هي فانفرش الناس استخدم معاه herself دي بتاعت البنات قلنا بنفسه اللي هي كلمة يا شباب كلمة himself صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا امتحان على ال unit بالكامل بيبدأ معا بي سؤال اللي سنسؤال مص الاستماع خلي بالك السؤال ده عبارة عن قطع صغيرة كده بتسمحها في الامتحان من خلال انت سمعته بتبدأ تختور الاجابات دي يعني الاجابات اللي أنا بحلها دي كلها انت بتحلها من خلال القطع بتسمحها في الامتحان طيب نحل بشكل سريع ده ليه لان السؤال ده بيكون محلول عندي في اخر الكتاب والقطع بتكون موجودة نبدأ بقى نشرح في السؤال التاني اللي هو سؤال الده لك سؤال المحاسة طبعا زي ما اتفقنا لازم ترى محاسة كلها على مهلك وترجمها قبلها تبدأ تحل هنا حمدي and Samir are talking about Samir's next holiday خلي بالك حمدي و Samir بيتكلموا عن الاجازة بتاعت Samir اللي جاية فحمدي هنا بيقوله hi Samir بيقوله هنا where are you going to have a holiday يعني هتقضي اجازتك فين يعني بيسأله في صيغة المستقبل قالوا هنا I am going to وقال له حاجة مكان يعني هيروحوا وبقوله to Sinai يبقى هو اكيد هاي سافر يبقى I am going to عايز اجازتك في المصدر يبقى انها سافر اقضيها في سيناء فهنا اقول له يا شباب اقولوا كلمة travel لازم طبعا في المصدر بعد كتاب ولي are you going to try sport هتمارس رياضة هناك قالوا yes I am going to خلي مالك عندنا رياضة ممكن نلعبها في سيناء اللي هي يا شباب ركوب العجل في الدراجات اسمها طبعا mountain biking يبقى هنا اقول له go mountain biking بعد كده قالوا oh not you know it's really difficult دي حاجة صعبة جدا قالوا yes sure يبقى هنا اكيد بيسأله عنها بيقولها سؤالة شباب هل you do you know هل انت تعرف انها حقا صعبة قالوا yes sure الحمدى بعد كده قالوا don't you try the planning يبقى هنا اكيد بيقوله لما لا لم تتمرسش رياضة الانزلاق بالحبل قالوا that sounds a bit scary هي اقل في الخطورة يعني فهنا ممكن نقول له شباب why don't you لما لا why don't قالوا بعد كده how long is the holiday going to take يعني هتستغرق الدي الاجهزة دي هنا ممكن اكتب اي رقم انا عايزه فممكن اقول له about four days يعني حوالي كاما شباب اربع ايام بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندي سؤال القطع خلي بالك سؤال القطع ده سؤال مهم جدا صفحة قالوا بعد كده نكمل مع بعض سؤال القطع زي ما اتفقنا سؤال القطع سؤال مهم جدا اهم حاجة تقرأ القطع كلها على مهلك قد وقتك كنت بتقرأ القطع سؤال عليه ستة درجات هنا سيبك تواف الفيديو دقيقة تقرأ القطع براحتك لو في حاجة وفت معك اكتبها لي فيه التعليقات نبدأ مع بعض السؤال الاول هنا بيقول لي how many days كم عدد الايام did fog plan to travel around كم عدد الايام اللي كان طبعا فلياس fog مخطط انه يلف فيها حول العنو طبعا من خلال القطع شباب في الصفحة اللي فاتت مكتوب طبعا ان هم 80 days اللي هم طبعا 80 يوم يبقى انا بحل السؤال ده من خلال القطع خلي بالك بعد ما تظهر السؤال ترجع للقطع تقرأها تاني على مالك هتلاقي مكتوب فيها اجابة السؤال هنا بيقول لي who was fog servant مين هو الخادم الخادم اللي كان مع fog طبعا هو شباب كان اسمه اللي موجود عندي فيه ده اسمه passpartout اللي هو كان الخادم بتاعه يبقى هنا passpartout السؤال اللي بعد كده هل هنا do you like travel why why not خلي بالك بيقول لك يعني هل انت بتحب السفر ليه ولا لا طبعا من خلال القطع لو كتبت no تكتب اجابة او كتبت yes لكن انت هنا من خلال القطع ممكن تقول له yes to learn علشان طبعا بنتعلم اشياء جديدة فممكن تقول له yes to learn new things يعني بنتعلم اشياء جديدة بعد كده بيجب لي ثلاث اسئلة اختياري على القطع السؤال الاول بقول لي fog and passpartout reached the north canal من خلال القطع رفنا ان هم وصلوا الى south canal فهنا اللي اجابة هتبقى the south canal ايه سؤال اللي بعده بيقول هنا they talk and not from san fransisco to new york طبعا شباب هم كانوا اخذوا القطار الى san fransisco يبقى هنا ترين ان هو القطار اللي بعده what is the bridge capital ايه عاصمة بريطانيا طبعا عاصمة بريطانيا من خلال القطع اللي هي لندن السؤال اللي بعد كده عندي بيكون سؤال اختياري السؤال الاول عندي هنا بيقول why don't خلي بالك ده رياضة اخرها ing لما بيكون عندي رياضة اخرها ing بيستخدم معاك السؤال اللي بعده بيقول هنا طبعا هنا الانزلاق بالحبل يا شباب اللي هي اه طبعا كلمة السؤال اللي بعده بيقول هنا عايزوا لك طبعا اي دولة او اي اختصار لبلد زي كلمة usa بيستخدم لها زا السؤال اللي بعده بيقول هنا he was playing football خلي بالك عايزوا لك طبعا في زمن الماضي يعني طامر جرح رجله هو كان طبعا بيلعب كرة قدم يبقى هنا كلمة hurt السؤال اللي بعده بيقول هنا the children sat by the fire to keep not warm خلي بالك بقى انا عندي هنا حاجة اسمها اه ضمائر من عكسة the children يبقوا انفسهم يعني السؤال بعده our and not is a long trip from one place to another طبعا يا شباب ده بيكون اسمه journey اللي هي رحلة طويلة الصباح اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول نادر put on a hat to protect not from the sun خلي بالك نادر بيضاء طائية ليحمي نفسه طبعا النادر اللي هي اصلا بقناهي فاضمير مع عكس بتاعها هيكون himself السؤال اللي بعده its cold outside يعني الجو برت بالخارج i am not stay at home by zafire طبعا ده مستعبال عندي i am وعند الفعل في المصدر يبقى كل الناس عندها شباب اللي هو gone to السؤال اللي بعده كده بيقول هنا i don't want to have a or a not on holiday i want to sleep by a pool خلي بالك عندنا حاجة اسمها have an adventure يبقى هنا شباب كلمة adventure اللي هي كلمة مغامرة يبقى اختار هنا كلمة adventure السؤال اللي بعده we want to have a not to show us the market because they know all the best places to shop طبعا درما مش عارف الاماكن يا شباب يبقى كده هكتك معايا مرشد اللي هو المرشد اسمه guide يبقى هنا شباب كلمة guide السؤال اللي بعده كده بيقول هنا في سؤال correct بيقول هنا في السؤال الاول i promise i am going to help you خلي بالك بقى عندي هنا شباب دي وعد هنا فيش اي دليل عندي على الحاجة دي فهنا طبعا فيش دليل فقلنا اقول له i will اما going to لازم يكون عندي دليل عندي جملة تانية فيها دليل عندها هيحصر كده هنا يقول له will والمصدر انه will help السؤال بعده كده بيقول لي a camel is going to طبعا going to لازم يكون عندي فعل في المصدر فهنا كل عليه انه اشيل اي دي دي فاخلي فعل في المصدر فقول له a camel is going to carry the food and water السؤال اللي بعده we all looked at yourself خلي بالك برضو we ما بيجيش معها yourself لكن هي معها طبعا ourselves اللي هي طبعا انفسنا يبه هنا كلمة ourselves السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا did you fix the should myself طبعا هو بيسألك انت فنفش استخدم myself myself اللي هو انا يبه هنا عايز اقول لك انا شباب your self